سهلا الخير أعلم بحضراتكم بحلقة جديدة كل يوم النهاردة الجمعة افتتاح الرسمي لحفلات مهرجان العالمين العالم عالمين في نسخته الجديدة النهاردة حفلة الكنج محمد مونير حفلة الأولى في مجموعة ضخمة جدا من الحفلات لنجوم مصر والعالم العربي العالم عالمين يفتتح بمحمد مونير كان بيتحدث معايا في التليفون وهو في طريقه إلى الحفل وطريقه إلى العالمين الحقيقة ومحمد مونير مبسوط جدا أنه هو حيفتتح هذا المهرجان وعايزة أقول لكم أن السعادة تأتي من النجوم لأنهم كان دايما نفسهم يشوفوا حاجة زي كده في مصر كان دايما نفسهم أن يكون في مهرجانات على هذا المستوى في مصر كلنا كان نفسنا نشوف الكلام ده فتأتي الشركة المتحدة وتبدأ في تنظيم هذا المهرجان خلوني أشرح لكم كده قبل ما أدخل في بعض التفاصيل هو إحنا ليه بننظر إلى هذا المهرجان على أنه هو قفزة قفزة لخدمة مصر والسياحة في مصر والفن كل ما يمكن أن تتخيلوه وحقول لكم ليه الآن لأن البعض ينظر إلى مهرجان العالمين على أنه هو حاجة بتاعة حفلات بالليل لا يا فندم هو مش كده إطلاقا مهرجان العالمين هو مهرجان شامل بيؤكد أن مصر تستطيع أن تقدم في مكان بهذا الروعة وبهذا الجمال كل الأنشطة الجاذبة لمجموعات مختلفة سنا أو حتى اهتماما يعني إيه؟ يعني لو حضرتك بتحب الرياضة أنت يكفيك أنك أنت تتابع المهرجان الرياضي والبطولات الرياضية اللي شغالة طول الفترة القادمة لغاية نهاية المهرجان وحتلاقي فيها مجموعات سبقات سيارات موجود عندنا بحر موجود سبقات بحرية موجود موجود عندك الكرة الشاطئ كل ما يمكن أن تتخيله أصبح متواجدا في الشق بتاع أنا بحب الرياضة أنا مهتم بالرياضة سنة اللي فاتت قدمت لكم ناس كانت جاية من برة وقالت أنتوا إزاي عاميني حاجة جميلة كده وده كان أول نسخة خدوا بالكم أنتوا النهاردة بتتكلموا عن نسخة تانية ونسخة أفضل وكلنا بنتعلم ما فيش حد في الدنيا بيبدأ وبيبقى أحسن واحد بسرعة رهيبة كلنا بنتعلم ونجود وما تنسوش أيضا أن أنت ميزانيتك ميزانيات ناس كتير مش أنا بقى واضح إنما أنت تتحرك وتعمل عنصر جذب رهيب لهذه المنطقة وأيضا للسياح اللي مفروض ييجم وبتحط المنطقة دي على خريطة العالم في الحتة دي طيب أدي الرياضة اشتغلنا فيها واتكلمنا عنها طيب إيه رأيكم إن جانب ده في حاجة ومهرجان للطفل مهرجان نبتة للطفل ده معمول ليه علشان لو أنتوا عندكم أطفال وريحين فيه أنشطة للأطفال فيه تعليم للأطفال فيه منطقة كاملة فيها مهرجان وفيها ناس هتاخد الأطفال ويدخلهم يلعبهم يدرسوا التثقيف التثقيف أضطر فيه الطفل ما بيحسش أنه هو داخل يتثقف أو بياخد معلومات وغيره إلا بشكل طر فيه وبالتالي تلزأ المعلومة في رأسه وتخيلوا أن العمق اللي معمول في هذا المهرجان وخاصة بالنسبة للأطفال ودي حرصت عليه الشركة المتحدة هو تصحيح الروايات المختلفة أنتوا النهاردة يا أطفال بتتبقوا ما يحدث في غزة ما هي القضية الفلسطينية ايه هي أبعاد كذا وعلى فكرة اختياري هو يروح يقعد هنا هو يروح يقعد هنا هو بيحب الرسم حيروح إليه أسازة رسم بعد تعلمه الرسم بيحب السباحة كل ما يمكن أن تتخيلوه إذن ده قطاع تاني آخر هذا المهرجان أصبح بيقدم له هذه الخدمات أو هذه الأنشطة علشان يكون دايما في حركة وفي نشاط متواكد هنتقل بيكم تاني مهرجان الطعام عايز أقول لحضراتكم أن ما فيش دولة حولنا ما بتعملش حاجة عن الأكل بتاعها وأظن إحنا البلد الوحيدة اللي محتاجة أن أكلها يبان في مهرجان ويستحق إحنا مصر إحنا اللي طورنا كل الطبيق اللي في العالم إحنا اللي تسرق مننا الطعمية وأخذتها مش عارف إسرائيل وأخذها مش عارف مين إحنا اللي تسرق مننا الفول ومش عارف مين بيقول لك إحنا أحسن فوق إحنا لأ ومش بس كده أنتو بتتكلمهم على طعام وعلى منيوهات من أيام الفرعنة ما تنسوش ده ما تنسوش إن إحنا البلد اللي قدمت للعالم كله وجبات وكانت سلة الغذاء سواء بقى استخدام الأمح استخدام الضرة إحنا عندنا جنوبا حتلاقوا أكلات مختلفة في السعيد أكلات مختلفة أنواع عيش مختلف تبقى للحالة بتاعة الجو وتبقى لإمكانيات الفلاح المصري هتطلع الدلتة هتلاقي حاجات مختلفة هتخش شمال غرب على المناطق الصحراوية هتبص تلاقي اللحوم بطرق مختلفة هتخش شمال شرق على سيناء هتلاقي كل منطقة فيك يا مصر أنتم تتحدثون عن قوائم للطعام يجب أن تكون متاحة أمام كل الزائرين ويجب أن احنا نقدم رؤيتنا إيه في ده فأدي مهرجان تاني اللي هو اللي بيسموه الكوليناري على هامش هذا المهرجان وفي العالمين مهرجان الطعام طيب يبقى تكلمنا عن الرياضة تكلمنا عن الطفل وتكلمنا عن الطعام هكلمكم عن المصرح هكلمكم عن المصرح المصرح والتأسيم المختلفة اللي حصل فيه مصرحيات تجارية فنية وبإنتاج مبهر للغاية وإحنا شغالين مع موسم الرياض في ده وفيه دعم من موسم الرياض لهذا المهرجان ترجمة نانسي قنقر